السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هذا النهار أصدقائي حبيت أنني نتقاسم معكم المائدة والوصفات اللي حضرتها هذا النهار هذا كل الوصفات حضرتها في النهار واحد حبيت أنني نقدم لكم مقدمة والنتيجة للمقادير اللي خدمت بهم بالنسبة للوصفة أو الوصفات بالتفصيل في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بحول الله Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous ma table, mes recettes pour aujourd'hui et aussi juste le début, c'est à dire les ingrédients et le résultat de chaque recette et pour toute la recette je vais poser pour les vidéos prochaines restez avec moi mes amis premièrement mes amis je vais vous montrer le gâteau que j'ai posé aujourd'hui dans la chaîne le gâteau aux cerises juste je vais vous montrer l'intérieur comment il est car dans la vidéo précédente je n'ai pas coupé le gâteau regardez-moi le gâteau et les tops de tops juste entre parenthèses la génoise j'ai mis ni huile ni beurre et c'était un pur délice c'est la première fois que je prépare cette recette et c'est réussi 100% la génoise la génoise on dar a c'est qu'ative marche c'est comme ça c'est pour l'eau carga de ce c'est le c'est c'est du ндés vous allez me à par تجريبا وبالنسبة للوصفة التانية أصدقائي كانت وصفة بالح البحر والبصل وصفة لديدة رائعة وسريعة التحضير وكانت النتيجة رائعة صحيح ، فكرة لديدة رائعة سلطائق المشاوels الضجان. سلطائح جيدة سلطائق المشاوصلات وهو سلطائق المشاوصلية سلطائق المشاوصلة لديدة رائعة إلند وفكرة سلطائق المشاوصلة. منظر للشاوصلة التي تفضل مع غنباس إليها أعطيناك أحبًا 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 سوف ترغبًا على الفيديو سنة المصطر أحبًا سوف تحبًا حبًا نسبة الوصفة الثالثة أصدقائي كانت وصفة القريدس الكبير كانت القريدس كبير كثير القريدس مع الروز أو الأرز كانت وصفة أكثر من رائعة وبالنسبة الوصفة الرابعة أصدقائي كانت وصفة ديال الصدف أو صدفيات البحر أو النوع من أنواع الصدفيات ديال البحر مع الليمون كانت وصفة رائعة لذيذة وسهلة التحضير للغمودرة نعمة وصفة الع gripsحة النقيقة فى الزمندير والمغربان الاغ يوجد anنا بمغربان الاهيه وصفة الامع الملكة أنتذينيا танكسي الوصفة ديالicyل الشرس جبكي كانت وصفة التحضير لذيئك الى الرقم الوصفة الرابعة أصدقائي كانت وصفة الكبير كريدس mikилиما س習 suburbanやってصوصية تكلي fiqueiع köثمومين سلسة طماطم وصفة سهلة وسريعة تحضير أيضا وبالنسبة أصدقائي للوصفة السادسة والأخيرة هي وصفة القريدس بالمانجا والأفوكادو والخبز التورطية وصفة أو صلطة سهلة وسريعة تحضير وتستحق كثير هذا التجربة وصفة السلاحية وصفة العلمين سيديوكا السلاحية المنقى وصفة الباقرة وصفة وسريعة وصفة ميجرا الأخيرة نغتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكرز اشتركوا في القناة